من بنسلفينيا عمر عبد المجيد عمر ينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك بنسلفينيا عمر كنا نتحدث عنها على أنها وحيدة من الولايات المتأرجحة التي كان هناك تكتيف في الحملات الانتخابية لكل من ترامب وهاريس فيها اليوم ونحن نقترب من نهاية التصويت في الثلاثاء الكبير كيف هي الأجواء لديك؟ رحبك إيماني بالأخب والضيطة الكبير بالطبع إيمان منسلفينيا هي المحركة الأساسية في هذه المنزة الخبات من يقوز منسلفينيا سيكون هو سيد أو سيدة القصرة كما يقولونه سيدة أو سيدة البيت الأبيض وبطبع هذه الآية هي من إحدى الناس إما أول مرة أرجحة هذه الآية حتى الآن كل استثناءات رائعة كذلك بأنها لا تمي لأيض من الطرفين نحن ترامب ولا هاريس أساس تطلع للرق الآن تكتب تماثل من الطرفين بالنسبة للولايات حتى الآن أيضا داخل الولايات الهجوم التساوك بشكل تساوك بشكل كريم لكمالة هاريس والإمكانيين يعني برح يمنون إلى التحرك والليبراليها فبالتالي يملك أنها تكتب تماثل من الطرفين كما في بدخلة سابقا وضحنا اللذكات التي تبقى عليها كمال هارس ونقصي ونقصة الفرية أيضا ونقصة وومن في النساء تركيز كمال هارس في أولاد بن تلباني على جذب النساء وعجذب الفريات أصحاب الفريات على المقيد من ترام الذي بالطبع الجمهوريون يبلون إلى السياسات المتشددة وبالطبع هذه السياسات تتلقى رواب جديد في الأحضار المقاطعات بعيدة من العواصم المدن تتتمكن من أخضروح وتتتمكن من أخضروح ولكن ما هم هم غدا تلاحظون كهذا بعد ذكية كل وهي رسالة تحديدة التي طلت بعد الليجان في عدد من الولايات وكان من أبرزها جدشة تحديدة عادة الولايات التي تتشفر فيها بالنعمال حالة الاستنفار الأمني التي تتحدث عنها بالتأكيد كان لبنسلبينيا نصيب كبير منها هل هناك أي حالة من محاولات إطارة العنف العملية الانتخابية تسير بهدوء عكس ما كان متوقعا هل من وقع متابعتك هل هذا يعود إلى حالة الاستنفار الأمني الشديدة الأمور في الانتخابية تحديدا تسير بشكل بعض الأمور تسير بشكل بسيطة لبعض الليجان اللي نبعد كثيرا عن العواصب المقاطعات الكوكة أو عواصب مدد الكبرى في الانتخابية ومجرد التكاتيات لا تذكر على الأطلاق لكن بشكل عن الأمور تسير بشكل جيد جدا في ولاية الانتخابية لكن الأمور باتت غير محشنة حتى الآن وهذا ربما يصيل أمد الأعلان المستهد لأن ربما النتائج من تلبانيا تحديدا ستتقارب بشكل شديد ما بين ترامب وعارس وربما يحسن الانتخاب في هذه الولاية تحديدا بضعة ألاء لا يزيد عن ذلك على الأطلاق وبالتالي تذهب 19 مقعدة لأحد الثلاثين على حساب الآخر إضع ألاء وبالتالي لن يكون الفرق كبير في هذه الولاية الهامة جدا لكن في بعض الولايات ربما تكون حضوب لسلع الثلاثين وطبعا أنا سمعت أن السلام أباكك الكريم دكتور أحمد أحمد بالطبع عن ولاية نشجا ولاية نشجا كثيرة وطبعا هي كان مدية عدية كبيرة جدا وطبعا كان قد حصل على بعض الولايات في هذه الولاية تحديدا نصوت له قد لكمال هارف ولبايدن على السياساتهم المدعثية تنجاه الشرق الأوسط وبالتالي هذا ربما يصب بشكل كبير جدا لصالح ترامب الأولاي على سبيل الأولايات في نشجا وطبعا يكون ترامب يستمع إذا ما فعلت صدق العرب والصوات اللي صالح ترامب يمكن إبتايا في كمال هارف والسياسات التي حامت بها إدارة المصطفية خلال السنوات الماضية وطبعا ترامب الرجل الذي يمكن يميل إليه العرب قليلا هنا في الناس المتحدة الأمريكية بحاول أن يتخلص القضايا الشائكة ووعد بإنهاء الحروف من تفضل الشرق الأوسط وهم جرابوا ديمقراطيين في قضايا الشرق الأوسط ومن تفلح فربما بايدن يفلح على حد قوله لأن كلا الخيارين مروا هنا بأن كلا الخيارين هو من تفضل رئيسه والخيار الأسوأ المسكة الأمريكية يعني أسوأ السنوات يعني هو الخيار أشكرك عمرى عبد المجيد حتى اللحظة من ولاد بنسلفينيا